بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بإذن الله في شابتر أربعة Digital Transmation of Analog Data هنحاول نقسم الشابتر على مجموعة من الفيديوهات خلينا ناخد الفيديو ده الجوزية بتاع السامبلينج سيري نبدأ مع بعض أول حاجة شابتر أربعة بيتكلم عن Digital Transmation في الشابتر اللي فاتت كنا بناخد ازاي نعمل Transmation لل Analog Signal تمام؟ في الشابتر ده الأول لازم نحاول السيجنال من Analog ل Digital وبعدين نبعدها طيب الكلام ده ازاي بيحصل؟ نبدأ واحدة واحدة خلينا نبدأ أول حاجة نعدي Message نفترض أن أنا عندي Message M of T عبارة عن Analog Message والتقن مثلا عبارة عن SignWave أول حاجة أنا هحاول السيجنال دي أو المسيج دي من Analog ل Digital من Analog لديجي دي بعمل كده ازاي؟ عن طريق ثلاث خطوات أول خطوة بعمل Sampling ثانية خطوة بعمل Quantizer أو Quantizing أو Quantization وتالت خطوة بعمل Encoding يعني طريق الإنكودر بعد ما بعمل ثلاث خطوات دول السيجنال بتتحول من Analog ل Digital طيب بعد ما السيجنال بتتحول من Digital ببعث السيجنال عادي على Channel وبعدين هنا باجي عند ال Receiver بستقبل السيجنال وطبعا عشان استقبل السيجنال لازم رجعها تاني Analog برجعها تاني Analog برجعها تاني Analog ازاي؟ عن طريق Decoder وعن طريق Decoder وعن طريق اسف Digital to Analog Converter تمام؟ طيب نشوف الخطوات دي بيتم ازاي؟ اول Block عندي اللي هو Analog Information أو M of T قولنا هيتعمل لها ثلاث حاجات Sampling, Quantization, Decoding طيب دلوقتي بقى احنا نشرحيها نشرح الجزئية دي اللي هما الثلاث حاجات دول بيتموا ازاي Sampling وال Quantization والإنكودنج يبقى ده هو اللي بيشرحه هنا تمام؟ السيجنال دخلت بالشكل ده افترض مثلا ان انا عندي سيجنال بالشكل ده يرسلها مع بعض كده افترض ان انا عندي سيجنال بالشكل ده ولتكن عبارة عن سيجنال اي ان كان شكلها يعني دي عبارة عن Analog Signal اول حاجة عمل لها Sampling يعني ايه Sampling يعني هامسك السيجنال هقطعها في Time Domain يعني ده كده محور ال Time وده محور ال Amplitude السيمبلنج يعني بتقطع السيجنال بشكل رأسي في Time Domain يعني ايه؟ يعني كأنك بتمسك السيجنال وتقطعها بالشكل ده كده طبعا على فترات زمنية منتظمة فانت بتاخد السيجنال عند النقطة دي بس وعند النقطة دي بس وعند النقطة دي بس وعند النقطة دي بس وعند النقطة دي بس على الامبليتود يعني ممكن نعمله بالشكل ده بقطع السيجنل مثلا هنا كده بشكل رأسي تمام يبقى الاسمبلينج اللي أنا بقطع السيجنل على محور الزمن القوانتازيشن بقطع السيجنل على محور الامبليتود طيب بعد كده آخر خطوة اللي هي الانكودينج إحنا دلوقتي هناخد السيجنل أو الإشارة عند فترات زمنية ومعيينة يعني دلوقتي هي دي السيجنل اللي عندي دي كانت الماسدج فañنا هعمل لها انكودينج مثلا السيجنل هأخد لها القيمة عند النقطة دي وعند النقطة دي وعند النقطة دي وعند النقطة دي ودي وهكذا بقى تمام وهدي الكل قيمة من دول بين الكود معين هو ده يعني نفترض النقطة دي مثلا القيمة بتاعتها كانت 0101 بعد كده النقطة دي هتبقى أضبر شوية ولتكن 0111 بعد كده النقطة دي ولتكن 10000 وبعد كده هترجع القيمة اللي تاني فتبقى 100 وهكذا تمام فهو ده الانكودينج يبقى أنا عملت ثلاث خطوات أول خطوة قطعت السيجنال بشكل أفقي اللي هو السامبلينج بأول خطوة سامبلينج أن أنا أسمت السيجنال بشكل أفقي بعد كده الكونطيزيشن أسمت السيجنال بشكل رقصي بعد كده الانكودينج الان كودينج أن أنا اديت لكل قيمة رقم معين طيب يبقى أنا هنا في الآخر الأوض ببقى إ sant الأوضة ببقى عبارة عن binary number وليكن مثلاً ثلاث أرقام دول 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 يعني خلنا برضو نبص على المثال اللي هو عمل هو كان هنا كان عنده أنه لوكسيجنال بالشكل ده تمام؟ مسك السيجنال دي أطاعه في الطيم تمام؟ عمل لها أسامبليج وبعد كده أطاعه في الأمبليتيوت أخذها عند قيمة معينة بعد كده إدل كل قيمة من دول رقم معين مثلاً يعني السيجنال هنا لو بسلناها تاني اللي هنا كانت موجودة هنا وبعدين طلعت فوق وبعدين نزلت تحت تمام؟ القيمة دي هي المقابل للرقم واحد 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 اللي هو بالديسمر يبقى سبعة والقيمة دي المقابل ليه برضو سبعة واحد 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 بعد كده السيجنال نزلت تحت هنا بقت مقابلة الكام لزيرو واحد زيرو اللي هي اتنين بالبيناري بعد كده أخذناها عند القيمة دي بقت مقابل زيرو واحد واحد بعد كده مقابل القيمة دي بقت زيرو زيرو وهكذا تمام؟ وأنا عملت ايه؟ بعت البيناري نمبر دي فأنا في الانالوك كومونيكيشن اللي أخذناه الشفات اللي فاتت كنا بنبعت الانالوك سيجنال بس دلوقتي بقينا بنبعت ايه؟ بقينا بنبعت بيناري نمبر طيب البيناري نمبر دي هي دي اللي الكمبيوتر بيقدر يتعامل معها يقدر البروستسر يتعامل معها وقدر يتعامل معها بشكل رقم بشكل ديجيتال تمام؟ يبقى الأرقام دي هي في الآخر اللي هابعتها للريسيفر وهو ده بقى الفرق ما بين الديجيتال كومونيكيشن والانالوك كومونيكيشن الانالوك كومونيكيشن اللي كنا بنبعت السيجنال زي ما هي كنا بنبعادها زي ما هي على شكل حاجة مستمرة كده في الديجيطال كومونيكيشن اللي أبقنا بنقاس أما حتت وفقيا ورقصيا وبندي لكل حتة قيمة معينة بانير نمبر معين ونبعث البانير نمبر ده تمام يبقى هكي التاني احنا بنبعث السجنل على ثلاث خطوات اول حاجة بعمل سامبلينج في الطايم دومين بعد كده بعمل كونتيزيشن في الامبليتيوت وبعد كده بعمل إنكودينج بدل كل قيمة أو كل حتة معينة أو كل آسف كل الليفل معين بديله قيمة معينة بانير يكود وبعد كده بعمل بيز باند ترانسوميشن يعني بقى بعت السجنل دي في البيز باند بدون أي موديوليشن لو تلاحظ إن احنا هنا ما عملاش أي موديوليشن إحنا بعتنا السجنل في البيز باند ومال الباند باص اللي هو إيه الباند باص لما كنت بقى بعمل موديوليشن بكاريير معين طيب طيب احنا قلنا إن إحنا تلات خطوات قلناسب سامبلينج كونتيزيشن وإنكودينج عايزين بقى نتكلم شويًا هنا عن السامبلينج Center أنا عندي سجنل input x of t ده الانبوت بتاعها وده المسجل اللي أنا عايز أبعطها ولتأكل مثلا صين ويف عبارة صين ويف بالشكل ده عايز أعمل لها سامبلينج بعوز أعمل لها سامبلينج فبضروبها بحاجة اسمها سامبلينج فونكشن سامبلينج فونكشن ده هي اللي بتمسك السيجنال تقطعها حتت بشكل أوفك زي ما شفنا أو بشكل رأسي بتطلع لي المسج بعد السامبلينج بسميها بتساوي اللي هي المسجل الأصلية وضروبها فيه اللي هي وانا كان عندنا الاس اوف تي اللي هي وانا عندنا الاس اوف تي ضربتهم في بعض هيديني اسمبلت سيجنال اللي هي في اس اوف تي تمام وهو ده اللي هو عمل هنا قدي الانبوت وقدي ضربهم في بعض طلعت مع بتساوي في اس اوف تي يبقى ده كده تمام يعني الصين ويف اللي كانت بالشكل ده مسيكها قطعها حتت بالشكل ده اخذها عندي قيام معينة في الزمن زي ما قلنا طيب ده ممكن يتم ازاي مثلا عن طريق الالكترونيك سويتش يعني انا عندي السيجنال مثلا هنا ادي اكسي اوف تي هنا تمام همسك السويتش ده هفتحه وقفله هفتحه وقفله فانا بفتحه وقفله على فترات زمنية معينة فانا باخد السيجنال عدي حتت معينة فالسيجنال هتطلع من هنا كأنها متقطعة كده عندي حتت معينة بس تمام ليه لان انا كنت وقفل السويتش وفتحه طيب طيب فيه شوية definition كده عايزين نعرفه اول حاجة عندي الف اس ده حاجة اسمها sampling rate sampling rate طيب ده المعدل اللي انا بعمل sampling به يعني كأنه بيوصف عدد المرات اللي انا بفتح فيها السويتش ده وبقفله في الثانية الواحدة تمام لو انا بفتح وقفل السويتش ده كتير يبقى الف اس ده تبقى رقم كبير لو انا بفتح وبقفل السويتش ده بشكل قليل فالفس ده تبقى قليلة ممكن تتخيلها بالشكل ده طيب في بقى عندي شوية حاجات او شوية قوانين انا ملخصهم لك هنا اول حاجة نيكو ستريد نيكو ستريد هو اقل لسامبلينج المفروض اعمله للسجنل او للمسج يعني دلوقت انا دخلي المسج اكس اوف تي واكبر تردد فيها وليكن مثلا اف اس ده اكبر تردد في المسج نفسها او اسف اف اكس هسميه اف اكس تمام ده اكبر تردد عشان اعمل سامبلينج للسجنل دي لازم يكون السامبلينج ريت اقل سامبلينج ليه ريت لازم يكون ضعف اكبر تردد في المسج يعني ايه يعني الاف اس منم لازم يساوي اتنين اف اكس اف اكس ده اللي هو ايه اف اكس ده اللي هو المسج هايست فريكنسي او تقدر تعتبره البندوتس بتاع المسج او اعلى تردد موجود جوه المسج عشان تعمل السامبلينج بشكل صحيح والسامبلينج يشتغل لازم يكون السامبلينج اقل قيماليه تكون اتنين اف اس لو اقل من انضعف التردد بتاع المسج مش هينفع طيب اقل تردد ده او اقل سامبلينج ريت ده بسمي ايه بسميه نيكوست ريت اف اس منمم وبرضو بسميه منمم سامبلينج ريت وبرضو بسميه منمم بند يعني اي حاجة من الترات حاجات دول اه يعني كلهم نفس الحاجة لو شفتهم في المسائل طيب يبقى ده اول قانون لعلى ميقولك هاتين نيكوست ريت او المنمم سامبلينج ريت هتقول انه هو اتنين في اكبر فريكنسي في المسج نفسها طيب يبقى ده اللي بيكلمك فيه هنا بيقولك ان عشان الاكس اوف تي بعد ما عملها سامبليج اقدر ارجعها تاني لأصلها لازم يكون السامبليج ريت اكبر من او يسوي اتنين اف اكس طيب اه ده اثبات لي السامبليج سيري ازاي بعمل سامبليج وازاي رياضيا بيتم تعال برضو نشوفه مع بعض كده زي ما قلنا انا عندي المسج اكس اوف تي دخلا بالشكل ده دي الانالوج مسج لسه متعملاش سامبليج هدخلها على سامبليج فانكشرن اس اوف تي هيطلع من هنا اكس اوف اس اوف تي الاتنين دول مضربين في بعض فيها تساوي اكس اوف تي مضربة في الاس اوف تي فايب لو افترضنا ان الاس اوف تي او السامبليج فانكشرن هو بالشكل ده. يعني هو دان بتساوي اي نوت بلس اتنين اي واحد جوزين اومجا اس تي بلس اتنين اي اتنين جوزين تو اومجا اس تي. وهكزا. طيب الاس اوف دي دي محفرض احنا نضربها في المسج. هضربها في اكس اوف تي. طيب لما اضرب بقى اكس اوف تي هنا برا هنا كده. فيه الكلام ده كله. هتديني ايه? هتديني اكس اوف تي بتساوي اكس اوف تي مضروبه مرة في ال اي نوت دي كده ال اي نوت. بلس اكس اوف تي مضروبه في او اتنين اكس اوف تي مضروبه في اي واحد جوزين اومجا اس تي. ومره اكس اوف تي مضروبه في اتنين اكس اوف تي اتنين جوزين ا اه اتنين اومجا اس وهكذا تمام طيب لما جايب الفرير ترانسفورم للكلام ده هيبقى شكل عامل ازاي هيبقى دلوقتي يعني عايز اجيب اكس كابتل او خلنا عمله بلون مختلف تماما الفرير ترانسفورم اكس كابتل اس اوف اوف اوميجا مسلا او اف زي ما هو عامل هنا ده بيسوي ايه اول حاجة الفرير ترانسفورم للجزء ده هيبقى الاي نوت ده ثابت والX of T هتبقى X capital of F تمام ده مفوش مشكلة بعد كده الفرير ترانسفورم للجوز ده هيبقى ايه برضو الاثنين E1 ده ثابت يبقى اثنين E1 مضروبة في X of T مضروبة في جوزين طب احنا عارفين ان الفرير ترانسفورم للX of T جوزين أمجة S ده الفرير ترانسفورم بتاعه بيبقى ايه بيبقى عبارة عن X أو المسج نفسها X of S أو F مرة متشافتة عند minus F S ومرة متشافتة عند F plus F S تمام ده من قوانين الفرير ترانسفورم طيب بعد كده اعمل الفرير ترانسفورم للجوز ده برضو هيبقى الاثنين E2 بره هيبقى بره ثابت اثنين E2 مضروبة في مرة هتبقى المسج X of T متشافتة عند minus 2 أمجة S ومرة عند plus 2 أمجة S فهتبقى بالشكل ده X of F minus 2 F S plus X of F plus 2 F S طيب المهم بقى لما نجي نرسم الاسبيكترم بتاع الكلام ده طبعا الكلام ده الى مالة نهاية يعني الف S دي بقت واحد كانت اثنين هتبقى اربعة وهكذا عشان كده هو كاتب لك هنا ايه ان هي هنا سمشا من سالب مالة نهاية المالة نهاية ل F plus N F S الاني دي مرة تبقى بسفر واحد اثنين وهكذا تمام طيب دلوقتي بقى لما نرسم الاسبيكترم بتاع الكلام ده احنا عايزين نرسم الاسبيكترم بتاع الفونكشن دي لو رسمنا هيديني الشكل ده هنا كانت المسج الاصلية واللي يكون شكلها او بالشكل ده لما اجرسمها هيديني المسج مرة عند السفر حوالين السفر ومرة حوالين minus F S تمام وبرضه هيديني مرة حوالين minus 2 F S يعني هنا وهنا طيب لو انا عايزة استرجع المسج الاصلية كل اللي هعمله ايه هعمل low pass filter في الحتة دي عشان استرجع المسج نفسها والغي الباقي اللي هي الحاجات اللي عند حوالين الف S ومينس F S والحاجات اللي minus 2 F S و plus 2 F S وهكذا فكل اللي اعملون هستخدم low pass filter طيب اللو pass filter ده مش هينجح يسترجع المسج غير لو المسج نفسها في بند كده او في فراغ ما بين المسج نفسها والسامبلينج بتاعها فهو بيقول ان لازم الف S يكون اكبر من الف X او 2 F X ليه لان يعني خلينا ناخد حالة حالة في الحالة دي مثلا نبص كده على البلوك ده بيقول ان دي الحالة اللي الف S فيها بالظبط بيساوي 2 F X فنلاحظ ان المسج موجودة مرة هنا تمام وموجودة مرة برضو هنا ولازقين في بعض فانا عشان نسترجع المسج الأصلية هستخدم لو باس فلتر يدوبك هيعرف يجيب المسج طيب طيب في الحالة التانية دي في الحالة التانية دي الـ F S أكبر بكتير من الـ 2 F X فتم خلي المسج موجودة لوحدها وهنا المسج موجودة هنا وبرضو موجود هنا فانا هقدر بسهولة باستخدام لو باس فلتر هقدر تسرجع المسج بسهولة طيب ماذا لو كانت بقى الف S أقل من الـ 2 F X إ ליgehصال إbellى المسج دي بقى هاليحالة اللي بيتكلم عنها هنا إن المسج موجودة المسج موجودة هنا دي كده المسج الأصلية وإيه المسج موجودة ثاني بردو هنا والمسج الموجودة ثاني بردو هنا طيب أنا لو أريد أستعمل لوباس فلتر عشان استرجع المسج الأصلية هاستعملوا كما؟ ما kriegen تو obtaining فلتر عشان نسترجع المسج الاصلية هلاقي نفسي ان انا اخدت حتة من المسجي تاني واخدت حتة من المسجي تاني هحصل حاجة اسمها ديستورشن او اسمها اليسد او اليسينج يعني حصل تشوه في المسج يبقى انا شرطي عشان اعرف اعمل سامبليج او بعد ما اعمل سامبليج اعرف استرجع المسج بجاكل صحيح ان يكون الاف اس ياما بتساوي اتنين اف اكس ياما تكون اكبر من اتنين اف اكس وطبعا كل ما يكون اكبر كل ما يكون احسن ليه لو هي بتساوي بالضبط اتنين اف اكس هتديني الشكل ده الشكل ده اللي هو هعرف في دوبك هعرف استرجع بلو بس فلتر طب لو كانت اكبر من اتنين اف اكس هيديني الشكل ده فهعرف برضه استرجع المسج بشكل اكبر بشكل كويس طيب لو كانت بقى اقل من لأ هيبقى بالشكل ده هو يحصل دستورشن طيب فهي دي بقى فكرة النكوست ريت الف منهم هو اقل سامبل انجريت قادر استعمله اللي هو بيساوي 2Fx طيب عندي حاجة تانية برضو اسمها النكوست انترفال النكوست انترفال تي ماكسمم هي مقلوب النكوست ريت يعني واحد على 2Fx او واحد على Fx منهم تمام طيب يبقى دلوقتي اللي انا هقوله بقى في الكلام ده او كلام اللي هو كاتب هنا هو ملخص لكلام اللي احنا شفنا او اللي احنا شرحنا نتكلم نرجعه مع بعضي تاني اول حاجة كان بيتكلم عنها ان ال Fx لازم تكون اكبر من ال 2Fx يبقى اول حاجة ان ال Fx لازم تكون اكبر من او حتى تسوي 2Fx تمام طيب في الحالة دي بيكون فيها حاجة اسمها Guard Band Guard Band اللي هو ايه Guard Band اللي هي المسافة يعني خلاني نمسح بها الكلام ده خلاص Guard Band اللي هو المسافة ما بين المسج والحتة التانية اللي بعدها او المسج التانية اللي بعدها فدي مسافة كده قدر اللي هو بس فلتر يشتغل فيها فالمسافة من هنا اللي هنا اسمها Guard Band والقانون بتاعها ايه القانون بتاعها عشان لو جنها في المسائل ان Guard Band بيساوي Fx اللي هو Sampling Rate ماينوس Fx من امام اللي هو ده اصلا بيساوي 2Fx فبيتحسب من القانون ده طيب طيب ده كده اللي هو Guard Band طيب لو Fx اقل من 2Fx يعني في الحالة دي لو Fx اقل من 2Fx هنا بيحصل ايه بيحصل Aliasing فمش اقدر لانه بيحصل Overlaping السيجنال زي بتطبق على بعضها فما بقدرش استرجع السيجنال الاصلية وبيحصل Distortion تمام طيب ال Distortion ده بيسمي ايه برضو بسميه Under Sampling وبرضو بسميه Aliasing طيب طيب عايزين بقى نحل شوية امثلة على الكلام ده يبقى خلاص ده كده ملخص القوانين اللي احنا تكلمنا عنها ان ال Fx اللي مهم لازم يكون 2Fx و T S او Nequest Interval بيساوي 1 على 2Fx كل دي هي القوانين اللي انا ملخصها هنا عايزين بقى نحل عليها شوية امثلة تمام وبرضو ده كلام مكرر احنا قلنا ان دي السيجنال تمام ودي السيجنال متكررة تاني موجودة هنا وموجودة هنا فانا عشان استرجع السيجنال الاصلية بستعمل Low Pass Filter يسترجعلي الحتة دي والمسافة من هنا اللي هنا هي Guard Band تمام وطبعا لازم يكون ال Fs اكبر من 2Fx طيب طيب هنا برضو بيشرح Recovery of Original Signal ازاي بسترجع السيجنال تاني قلنا بنستخدم Low Pass Filter بس قبل اللي هو بيسترجع السيجنال من هنا كده في قبله حاجة اسمها Holding Circuit Holding Circuit اللي هي في الشكل ده اللي هي بيبقى عبارة عن Capacitor و Switch تمام ال Holding Circuit دي بتعمل ايه دي بدون الدخول في التفاصيل يعني بتاخد السيجنال عن دقية معينة يعني ايه يعني دلوقتي السامبلد سيجنال بتبقى جاية بالشكل ده عبارة عن موجودة عند نقطة معينة فال Holding Circuit كأنها بتمشي او بتاخد عند قبله معينة كده بتاخد عند القيمة دي وعند القيمة دي وعند القيمة دي وعند القيمة دي تمام بعد كده اللي هو بس Filter هو بقى اللي بيقدر يسترجع السيجنال الاصلية تمام طيب طيب كده بقى عندنا example اربعة بوينت واحد واربعة بوينت اثنين واربعة بوينت ثلاثة الثلاثة امثلة دول مع بعض هما امثلة صغيرة هنحلهم كلهم مع بعض في الفيديو جاي بإذن الله